اشتركوا في القناة حقيقة هالفترة اللي شاركت فيها مع زملائك تجربتك في النادي الاهلي ايه اللي بيميزها و ايه اللي بيفرق بينها وبين تجربك مع عندي اخر اكيد طبعا ما فيش شك انت لما بتنتقل من النادي الاهلي و بتلعب في النادي الاهلي بيبقى عندك دوافع عندك اهداف بتحط عليك مسؤولية كبيرة جدا وخصوصا ان انا جاي من النادي الولومبي في صفقة انتقال مقابل مليون ونص فدي حطت عليها مسؤولية كبيرة أن أنت بتنتقل من نادي الأولم بالنادي الأهلي مطالب ببطولات مطالب بإنجازات أنا بقول دايما أن أنا كنت سعيد ومحظوظ أن أنا كنت في جيل من أعظم الأجيال في تاريخ نادي الأهلي وبتريك بركات متعب في لابيو وأواء الجمعة الجيل ده كله كنت سعيد أن أنا موجود وسطهم والحمد لله حققت إنجازات مع نادي الأهلي خمس بطولات اثنين دوري عام وكاس سوبر مصري وسوبر أفريكي وكاس مصر فالحمد لله سعيد بالتجربة تحت قيادة مستر مانو الجزيح حطت عليها مسؤولية كبيرة جدا خلتني أن أنا أشوف مشواري حتى بعد ما انتقلت من نادي الأهلي النادي الاتحاد شفت بقى منظور الدوافع والأهداف طبعت الطبع النادي الأهلي إيه الحاجات اللي خدتها اكتسبتها خلال فترة وجودك في نادي الأهلي اللي وجودك في نادي الأهلي أضفها لمشوارك أو خبراتك كلعب واللي كملت معاك في تجاربك بعد النادي أكيد أنا يمكن على ما تذكر أن أنا لما انتقلت النادي الاتحاد كان سني حوالي 22 سنة فلسه برضو أن أنا ببدأ حياتي فده حتى حتى عليها مسؤولية النادي الأهلي على طول زي ما معودنا ومعود جماهير النادي الأهلي أنه بلعب على الأول التاني زي الأخير على طول أنا كنت كان دافع ده جواه ما بحبش الخسارة حتى لو كان حد مركز مع لايحة النادي الأهلي هي اللعبة بس اللعبة 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 لما بتقولك أن أنت من أربع مباريات تجيب عشرة بنت يعني تلاتة مكسب وتعادل تاخد المكافآت كاملة على كلها على بعض ده بيديك مؤشر أن النادي الأهلي بيلعب على البطولة بيلعب على المكسب دايما فمقابل أن النادي الأهلي بيعتبر أي حاجة غير المعدل ده من الأرقام فشل أي حاجة تانية يعتبرها النادي مش مقبول طبعا أنت لو جبت تسعة بنت أنت مش تاخد الأربع مكافآت فدي لايحة تحفيزية وخصوصا كمان أنت بتحمل مسؤولية نادي كبيرة تشيرت النادي الأهلي تشيرت تقيل ليه كيمة كبيرة جدا في الوطن العربي وأفريقيا مع الإنجازات مع اللعبة مع الخبرات الحمد لله اكتسبتها وعلى مدار حياتي قدرت أن أمشي بالخطة دي هل الفترة كانت صعبة لأنك كانت المنافسة مع عدد كبير جدا من النجوم حتى في مركزك أو في باقي المراكز المنافسة كانت صعبة جدا في الفترة يكنت فيها في الفريق أكيد أنا كان مكاني قبل ما يجي أحمد فتحي كان أحمد فتحي جلنا في يناير قبل ما يجي أحمد فتحي كان موجود إسلام الشاطر موجود أحمد صديق موجود بركات فحتى الناس لمت علي يعني أنت في ظل كان فيه تفاوض من نادي الزمالك معي لكن أنا كنت شاف الاستقرار أكتر في النادي الأهلي البطولات أكتر في النادي الأهلي أنا كمن أسر أهلوية ووالدي الله رحمه أهلو وعيلتي كلهم أهلوية كنت أتمنى أن أنا موجود وكمان مكالمة الكابتن خطيب لي فرعت معي بشكل كبير جدا أنا أتذكرها حسمت الأمور وأنت متفكرت أكيد الكابتن خطيب أسطورة وكيمة كبيرة داخل النادي الأهلي ودوقتي أنه هو كرئيس النادي الأهلي دي حاجة كبيرة للكرسي النادي الأهلي كانت مكالمة طبعا أنا مقدرش أنسيها كانت منتشر ثانية بالزبط حسمت الموقف هلрий كابتن؟ كابتن خطيب أول ما كلمني كان طبعا والد الله رحمه كان جنبي فطبعا كابتن خطيب يكلمني دي حاجة كبيرة جدا فكان زي ع chemotherapy سے 18 ثانية بالزبط فدي حاجة كبيرة ليا انت بعد المكاملة دي خلاص خدت قرارك بشكل نهائي بشكل نهائي وفي خلال يومين انا خلصت جوانا دي اهلي يعني خلصت الصفقة وكل حاجة وجمد افعل فلوس تاني يوم وكنت في المؤتمر الصحفي في النادي طيب كابتن احمد كمان هتكلم معاك شوية عن التعامل مع ماني والجوزي كمدير فني اكتسبت منه اي الخبرات اللي اكتسبتها على مستوى شخصيته لكل اللاعبين اللي اتعامل معا بيقولو كانت مسيطرة وقوية جدا ونفس الوقت كان قريب من لعبين وكان لعبين بيحبوه جدا بص بعيدا عن المستر مانو والجوزي يعني من المدربين القليلين اللي دخلوا مصر اللي هو بيوصل بيوصل بنادي ان هو ياخد بطولة ان هو يحقق كل البطولات يمكن انا متذكر مع مستر مانو والجوزي لما شاركنا في خمس شاركنا في سيزون في خمس بطولات ضعت مننا بطولة اللي هي بتاعت النجم السحلي لو الناس كل الوقت اذا جربتوا على مبارات العرجون تلاتة واحدة خزرناها بجون الشرميتي بالآخر مستر مانو وال بيدي بيحط عليك استرس ان انت لازم تبقى على طول يعني مش مريح على طول في اهداف متجددة عندك منحق بطولة خلاص دي صفحة وتقفلت بنبص المغرر اللي بعدها بنبص عن العب في الدوري ازاي كان مستر مانو والموزيات ان هو بيفصل بين كله بطولة وبطولة يعني خلاص احنا انا كالسوبران كانت اول بطولة كانت سوبر افريكي النجم السحلي في اسيوبيا كانت اول بطولة لها حتى انا فجئت ان احنا بعد مرجعنا مصر عندنا مبارا في الدوري لقينا خلاص احنا لسه جايبين بطولة والناس فرحانة والجماهير فرحانة فقالي انا دي صفحة وتقفلت احنا هنركز في الدوري فلقيت الاهداف متجددة واهداف متغيرة والراجل عنده ملك ان هو بيتعامل مع الخمسة وعشرين نجم بسيستم واحد وبإدارة واحدة كانت صعب جدا عليك انت كمدير فني اجنبي تعرف تتعامل مع اللعيب المصري يمكن كتير اجانب في مصر يعني بيعانوا شوية من الحتة دي مع اللعيب المصري بالذات لكن مستر مانويل على مدار سنين قدر ان هو يعني مستر مانويل كان يقول لنا وانا ماشي في الشارع بابا عارف الناس من نظرة عينيها هو عاز يقول ايه فهو وصل للمرحلة دي فان انت تتعامل مع خمسة وعشرين نجم وحتى لما بتقعد حد احتياطي ما حدش بيقلب وش هو لحد بيزعل لان كان فيه روتيشن على اللعيبة كلها بس هو مسبت قوام سبع لعيبة فهو عنده الملك ان هو يتعامل مع الخمسة وعشرين نجم دول يعني كنت راضي عن تجربتك وشاركاتك سواء بتشارك بشكل مستمر او في فترات بيحتاج لك فيها الفريق وفترات تانية ما بتكونش أساسي في الملعب كان ده مش مسبب لك مشكلة عندك الحافز وعندك الطموح وبتحاول تتمرن وتبقى في أحسن حالاتك وجاهز طوله بس انت مطالب جوا النادي الأهلي تحت أي ظروف يمكن انا كنت بقى بغيب أربع خمس ماتشات وبعد كده ألاعي نفسي لعب أسك في أبي جين ألاعب تراجي في تونس ألاعب التحدي ليبي في ليبيا أرجع مصر ألعب سان داونز فمسترمانو ان هو بيحطني في المواقع ده دي سكة اكيد كل مدير فني مش عايز يخسر ممكن لعيب تاني اخدها ان هو بيخلص علي او ان هو بيحطني داحت الضغط فانا ممكنش باخدها كده خالص حتى هو كان مرة قبل بطولة أفريقيا كنت انا تعورت في مبارات الاتحاد اللي بي في ليبيا فهو كان عايز لعبني الفاينال بتاع الترج فقعد يحط عليها استرس ان انت لازم ترجع وان انت لازم تبقى موجود انا بعتمد عليك بصفة أساسية فهو على طول كان عايز كل اللعيبة في نفس الحالة دي كل اللعيبة المتحفزة ان هي لازم تبقى موجودة فدي دي ميزة مستر مانو والجزيف عايز دايما فريقه كله يبقى جاهز كله يبقى جاهز اللي احتياطي واللي برا واللي يبقى والحداشر مش بيبقى مهتم بمجموعة بس اللي بتشارك ومعها بديلين تلاتة والباقي لا 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 خالص يهتم بكل الفريق بنفس الطرق خالص خالص حتى مستر مانو اللي كان على طول نزيم بقول لحضرك بيعمل الروتيشن حتى ما كانش حد ضمن مكانه يعني كان كله موجود كله ابوتريكا ممكن يقعد بركات ممكن يقعد متعب ممكن يقعد ما كانش حد اللي هو اللي هو نشاري المكان ده بتاعي وانا هفضل لعب على طول لا ما هو مكانش عنده دي فكل اللعيبة اصلا جاهزة كل اللعيبة بس كابتن احمد مشوارك بعد الاعتزال دلوقتي ما بقيتش لعب محترف لكن دايما اللعبين المحترفين بنشوف ان هم بعد ما بينتاهم مشوارهم في الملعب بيبدأوا يدخلوا اجهزة فنية بيكسبوا خبرات كمدربين بيروحوا للاجهزة الادارية اشتغلوا في اتجاه مدير كورا او في الكارير ده احمد عادل هيروح فين وايه اتجاهاته في الفترة والله يمكن ان بطلت موسم 2017 اخر تجربة لها كانت مع النادي الشرقية وانا كنت دايما بفضل جانب الادار الحمد لله بعد ما بطلت اشتغلت في النادي الولمبي كمدير كورا الحمد لله على مدار سيزن عملنا موسم جيد مع النادي الولمبي عادينا ان نعمل فرقة صعود اشتغلت على مدار حوالي 7 شهور مع النادي تجربة انا راضي عنها طبعا وقفدتني كتير جدا في نادية طبعا النادي الولمبي بعد كده مسكت اكاديمية ودي ديجلاف سكندرية برضو جانب اداري بس لحد من شهرين كده بدأت اه مسكت يعني كنت مدير اكاديمية ودي ديجلاف سكندرية ولحد من شهرين كده اتجهت بقى للعمل الخاص بتاعي كنت عامل نادي خاص يعني في المنطقة اللي انا فيه يعني الدخيلة نادي كورة قدم نادي كورة قدم والعب فردية يعني خدمة للمكان طبعا اللي انا اتربيت فيه فده ده الاتجاه اللي انا واخده للعمل الخاص بتاعي والحمد الله ماشي فيه في اجراءات اشهار ان شاء الله ولو فغط في التجربة هتكمل خلاص مع الكيان ده مع النادي ده بازن الله انا خلاص يعني متجه للده مكاني والمكان اللي انا حابب ان انا بقى فيه او المشروع اللي انا حابب ان انا اخوده الفترة اللي جاية اللي لو كان زهر لي بقى مغري بالنسبة لك انك تهد اكيد في الجانب الاداري يعني لو اتعرض علي فنيا في كذا حاجة لكن انا مش مش عايز تشتغل في الاجهزة الفنية مش عايز تشتغل مدرب تبدأ مشوارك مدرب عايز تبقى مدير كورة حاجة في ادارة الكورة عمتا في حاجة ادارية في اي نادي لكن انا متجه دلوقتي للنادي الخاص بتاعي لكن بالفضل لو فرص اطيحت بالنسبة لك الفترة الجاية تعرضت عليك اكتر من فرصة الجانب الاداري انت بترجحه عن الجانب الفني اكيد طبعا موفق يا كابت نحمد في تجربتك طبعا هنتمنى لك ان احنا نسمع عنها نجاحات في الفترة الجاية ويكون دا استكمل مشوارك اللعب خير ان شاء الله خلينا انتقل معكم على السادة المشاهدين لنادي الاهلي انطلقتوا هذا الموسم الناس بتشوف ان النادي قدم نفسه من جديد للجماهير وريني فايلر الموديل الفني بيقدم نفسه بشكل مرضي جدا بالنسبة للناس في تجربة القمة والفوز على زمالك في مباراة القمة والحصول على كاس سوبر المصري شايف المباراة ازاي طبعا بحب طبعا بتمنى المؤمن زكريا ان هو يرجع بالسلامة وربنا يشفي طبعا عمل حالة قبل مباراة السوبر دي اللي احنا كلنا تمامناها من فترة اللي هو لالة تعصب وان الجماهير ترجع تاني المدرجات اكيد مباراة السوبر كان لها فواد كبير جدا على النادي الاهلي وان هي بترجع شخصية النادي الاهلي تاني وروح البطولة او شخصية البطولة دي اللي كانت غيبة عن النادي الاهلي الفترات كبيرة جدا يمكن شوفناها في الدوري من اصعب الدوريات اللي النادي الاهلي حققها وكان فيه بعض الاشخاص يعني زي كابتنا صعب حفيز ليه دور كبير جدا ان هو يرجع بالفرقة تاني معنويا ويدر ان هو يقصر على الخصم الفترات كبيرة جدا بتكلم عن الدوري اللي فات اللي قالي حسن وبعد ما كان الدوري صعب جدا صعب جدا ان انت بترجع انت ما بتصاب منك سبعة وثمانية من قوام الفرقة وان انت بترجع مع نادي الزامريكا مماشي بشكل كويس وان انت بترجع فرق ثمانية بونطة وفرق تلتاشر بونطة وترجع وتاخد دوري فدي دي كانت حاجة صعبة جدا قدر ان هو يحق الدوري زي ما بقول لحضرك رجعت شخصية النادي الاهلي رجعت الروح البطولة للعيبة ما تقدرش تحكم مع مستر فيلر من مبارتين لكن هو الراجل اللي انا شفته فيه ان هو بيقرى الفرق اللي قدامه كويس جدا هو كان في المباراة كان قري فرقة نادي الزامري كويس جدا مقفل على مفتاح اللعب وبيلعب على كونتر أتاك او بيلعب بطريقة 4-3-3 فهو مهم جدا انت كمدير فني بتشوف الأداء اللي معاك اللعيبة اللي معاك هتقدر تنفذ لك فكرك ولا لأ ودي اللي فعلا قام بها اللعبة النادي الاهلي وقدروا ان هم يحققوا المكسب على النادي الزامري شفت ازاي التشكيل اللي بدأ بين النادي الاهلي التشكيل ده ما كانش التشكيل الكلاسيكي للنادي الاهلي عادة كان النادي بيبدأ برأس حربة صريح وتحته 3 من لعيب الوسط المهاجم بيبدأ أظهره أو مروان أو مروان محصن بنتكلم يعني أو صلح محصن في بعض الاحيان فترة أخيرة ظهر صلح محصن كمان وأحرز أهداف وأدى بأكتر من شكل بشكل أكتر من راعي في أكتر من لقاء لكن المفاجأة في التشكيل كانت ان احنا اعتمدنا على أربعة من لعبي الوسط المهاجم وأربعة من اللعبين اللي عندهم الدريبلينج عندهم قدرات على المراوغة تحكم في الكرة اللي هو يعمل لعب هجومي كبير على دفاع الزمالي شفت التشكيل ده ازاي بص الوضح أن الرجل بيحب أن لعب الكرة تبقى في الملعب كتير يعني بيحب أن أفشا يبقى موجود حسين الشحات لعب الكرة اللي اللي بتلعب بأجيئ أنا فوق إنا بأجيئ إنه هو بيلعب بفيرود سترايكر صريح فدي اللي هو أكتنك بتلعب من غير فيرود مثلا لعب أربعة ثلاثة ثلاثة بيمكن أجيئ اللي فاده بشكل كبير جدا إن أجيئ فكره في الكرة عالي جدا فهو قادر أنه يعني وزي ما بنقول لك ده في الكرة ايه هو وفاية على فريج زمالك وبيعرف يبهم في نادي الزمالك فممكن الجهاز المعاون كابتن سامي أمصان فحطه في دي لأنه زي ما بقول لحضرك الرجل في خلال شهر مش هيقدر يبقى ملي كل الأمور داخل فريق مهم ندي له مساحته يعني لكن الطريقة اللي لعب بيها وتقارب الخطوط بقول لك دي اللي ساعدته فريج نادي أهل لو لعبت نادي الأهلي ساعدته بشكل كبير جدا إنه هو يقفل على مفاتيح اللعب يمكن منشوفش علي معلول بياخد الحرية الكافية منشوفش أحمد فاتحي واخد الحرية الكافية ناحية اليمين كان مقفل على طول على مفاتيح اللعب النادي الزمالك هو قاري النادي الزمالك بشكل جيد تقارب الخطوط نعمل ضغط كويس بالأربعة اللي قدام دول على دفاعه على مرمى الزمالك ناكيد على طول كان النادي الزمالك هو عايز يطلع بالكورة مقفل على فرجاني في نص ماله إن هو عارف إن هو بيلعب هو اللي بيلعب الفرقة فكان قاري مستر فيلر دي من ميازات أي مدير فني وخصوصاً لما بتبقى في حجم النادي الأهلي بتلعب في أكتر من بطولة مهم جداً إن أنت يبقى عندك الفكرة دي هل بيفرق مع نادي الأهلي طبيعة لعب الوسط المدافع اللي من نوعية عمر السلية وحمدي فتحي اللي بيقدر يحرز أهداف ويتقدم ويشارك في الهجوم مع لعبي الوسط المهاجم لأن ده شفنا في الملعب كان لهم دور وكانوا بيكملوا مع المهاجمين يمكن يا كنت بتكلم قبل كده على حمدي فتحي أنت يعني بعد حسام عشور ما بيشاركش بصفة مستمرة يمكن نعوض غياب إن حد يبقى في نص الملعب بفريق بحجم النادي الأهلي إن هو بيلعب رقم 6 ارتكاس في نص الملعب ده عوض يمكن زي ما كانوا مشوف محمد شوقي بنشوف حسام مصطفى أنيس بو جلبان أي حد دفندر ثابت في نص الملعب كان بيقدر إن هو يملى نص الملعب بيدي حرية للدفندر التاني والسولية على طول هو اللي بياخد الحرية دي بيروح وبيشوت وبيكمل السولية مش قادر ياخد الخطوة دي أو مش قادر يجيله قلب إن هو يهاجم أو يشوت إلا لما يكون متأمن كويس ودي اللي قايم بها حمدي فتحي بشكل جيد وأنا شايف إن هو أضافة كبيرة للنادي الأهلي في نص الملعب خلينا نتكلم عن الإضافات عن السفقات بشكل عام الأهلي كان فيه خمسة من اللاعبين الجداد اللي تم التعاقد معهم سواء في فترة الانتقالات في يناير أو في فترة الانتقالات الصيفية كان فيه خمس لعيبة حسين الشحات مجدي أفشة محمدي فتحي ياسر إبراهيم ومحمود متوالد رأيك إيه في الصفقات الجديدة دي وتأثيرها على فريق الله أكيد أنا كنت شايف إن أكبر خط محتاج للتدعيم هو خط قلب الدفاع وخصوصا أنت كان عندك سواء كان محمد نجيب قبل ما يمشي كان سعد سمير بيبقى في إصابات حجازي برضو لما مشي عمل تأثير بشكل كبير جدا في قلب الدفاع كان مهم التدعيم لكن ده مسبب صدعش ويمكن نشوفنا المباراة الأخيرة لما حمود دوطل يتعور ويسر إبراهيم جوشد فأضطرت أنت تلعب بهاني أو أحمد فتح ورجعت حمدي فتحي أو أحمد فتحي ممكن فهم بيقدوا الدور ده بشكل جيد هنا بقى الروح والقلب والعزيمة اللي بنشوفها لما لعب ما بلعبش في مركزه فهو بيقدي ممكن يكون غزب عنه زي ما حمدي فتحي عمل ضربة الجزاء هو عنده إحساس المكان مش موجود لكن كان بيقدي ويقدي الدور اللي عليه لمجرد لربع ساعة أو تلت ساعة فهو ده المكان الوحيد اللي كان فعلا محتاج تدعيم صفقة أكيد من العارة تقيل محمود متولي وخصوصا أنه عنده ملكة أنه هو بلعب دفندر أو سير دي باك لعب فيتر لعب كويس البدني بتاعه كويس جدا فأعتقد أن دول ويسر إبراهيم طبعا لما بتحتاجه في أي وقت وتجهيز رامي ربيعة كمان في الفترة اللي فاتت رجوعه أضاف كتير كمان مع الأسماء دي الخطة فعلها أكيد أي لعب هيبقى موجود لازم هيضيف للنادي الأهلي وخصوصا أنت بتلعب في أكتر من بطولة فمهم جدا أن كل اللعيب 25 اللعيب يبقوا جاهزين أن هم يلعبوا مش هتشوف حالة الإصابات ومش هتشوف الحالة اللي موجودة من ضغط المباريات إيه الفرق بين أداء الأهلي في مباراة السوبر والشكل اللي كنا بنشوفه أداء الأهلي في الموسمين اللي فاتوا لأن الجماهير شايفة أن الأول مرة نشوف الأهلي بجمال الأداء اللي شفناها على مدار أكتر من 60 دقيقة الشوط الأول وأول ربع ساعة من الشوط التاني ونحن ما شفناش الأداء دا المعروف عن النادي الأهلي والضغط دا في مباراة كبيرة ومع منافس قوي من فترة طويلة جدا أكيد زي ما قلت حضارك في البداية أن شخصية النادي الأهلي وأنه مهم جدا أن اللعيب تلعب النادي الأهلي تحس بقيمة النادي الأهلي وبتشارة النادي الأهلي دي الشخصية اللي لازم تكون موجودة في كل المباريات وخصوصا أمام نادي الزمالي كبيرة متسلمونفسين مهم جدا أن أنت كلعيب اللي يبقى عندك الشخصية دي أنت على طول بتلعب على الأول على طول بتلعب على المكسب الهدف بالنسبة لك البطولة دي الروح اللي كانت موجودة في المباراة يمكن كان في بعض التصريحات طبعا بعد مباراة الزمالك وبرامتس يعني مستفز شوية لبعض الجماهير نحن أخذنا بطار من فريق بيرامتس لكن ده يعني مع النادي الأهلي النادي الأهلي حقق الغرض من المباراة والمكسب بطولة سوبر تضاف لي طبعا لا ومن الموسم كله خد البطولة الأكبر في الموسم اللي انتهى وكاس السوبر اللي بتقول أفضل فريق في الموسم ومن فريقين من نفسين فأنا حقققت منك البطولة فهو ده الغرض وهو ده الهدف لكل المنظومة داخل النادي الأهلي اللي أنت بتشتغل عليه فيه فرق لما أنا أخذ كاس السوبر من فريق تاني وفيه فرق أن أخذه من نادي الزمالك فده مهم جدا ده اللي النادي حقق وده اللعيبة كلها كانت فعلا على قلب رجل واحد زي ما بقول لحضرك الشكل الحلو اللي كان موجود لنادي أهلي أن الرجل بيعتمد على لعيب تكور بيدي حرية لبعض الناس زي أفشا مثلا أنه ياخد حريته في التحرك ده برضو فرق مع النادي الأهلي بشكل جاي وكان عامل عبق على مرمى الزمالك وعلى منطقة دفاع الزمالك أكيد أنت النادي الأهلي الشوت الأولي يمكن أن يموتش خلاص خمسة ستة فأن أنت تحقق تلت أهداف طبعا طبيعي أن الشوت الثاني يحصل معك كده وخصوصا أثنين قلب الدفاع بيتصابوا منك فطبيعي أن أنت تتضغط شوية لكن زي أقول لك الشناوي طبعا من أحسن المبارات اللي أنا شفت هالو الشناوي أكيد كل الفرق كل اللعيبة حاسة بقيمة النادي الأهلي وحاسة بروح البطول عشان كده يدر حقوقهم كابتان أحمد إيه الحاجة اللي بتتمنى الجهاز الفني بقيادة رينيفو اللي يشتغل عليها في الفترة الجاية ونبدأ نشوفها في أداء الأهلي وتكمل الأداء أو شكل الأداء اللي احنا بنتمنى نشوفه في مشوار الأهلي في البطولات المحلية أو في دوري أبطال أفريقي أعتمنا طبعا أنه ما يبقاش من المدربين اللي تعتمد على 14 أو 15 لعيب بس مهم جدا أن أنت تبقى مجهز كل اللعيبة لأن أنت لعيب ممكن مباراة مع 2 مع 3 مع 4 أنه هو مش موجود فممكن يحصل لأن زي ما يقولك أي لعب جوانادي الأهلي فهو نجم فهو محتاج أنه يلعب محتاج أنه يكون في الملعب طبيعا أن اللعيبة لازم تعرف وتقدر إيمة النادي الأهلي أنه ما ينفعش حد يخرج عن النطاق أو يخرج عن الرولز أو النظام اللي جوانادي الأهلي لكن مهم جدا أن أن أنت كمدير فني لازم تعتمد على 25 لعيب كل اللي لازم تعمل عملية الروتيشن بتشترك في أفريقيا ممكن تغيير تشكيل وإنت بتلعب في الدوري ممكن وإنت بتلعب في الكاس تغيير تعمل الروتيشن في عملية التشكيل بحيث أن كل 25 يبقوا داخل يعني عايز تركيز من الجهاز الفني دايما في تدريباته وفي شغله الخططي والبدني وكل حاجة على كل اللعبين الموجودين في القائمة يعني زي ما بنشوف أفشة يبقى لازم نشوف صالح مكانه مثلا في بعض المباريات زي ما نشوف أحمد فتحي لازم هاني يبقى موجود شوية في بعض المباريات الناحية التانية مثلا أي من أشرف إن شاء الله يرجع يبقى موجود معالي معلول أو في ناحية السرد باك فعملية الروتيشن تي بص أنا بقول لك الأسماء وأي حد يلعب كلهم يلعبوا يعني هتوقف معاك شوية عند في مركزك أحمد فتحي الناس خرجت من المواتف بتقول كان سوبرستار القادة لأنه أداؤه كان مش معقول فني وبدني في الملعب ما شاء الله فتحي ما شاء الله على مدار السنين فتحي أصلا عشرة عمر معايا من أيام كابتن حسن شحاته ألفين واثنين عشرة عمر أحمد فتحي من اللعيبة الرجلة جدا اللعيبة اللي عندها مسئولية عندها الشخصية بتحارب وبتقاتل في جميع أوقات المباريات ما بيكلش ولا بيمل حتى عنده دوافع على طول متجددة أنا معاشر فتحي يعني فيه فترة من موسم أو اتنين مش فاكر كالناس يقوله أحمد فتحي معدلات أداة وقلت ما بقاش زي الأول الفتنس مش هي بيرجع بنشوف قملك دا اللي بيدي فتحي بيرجع يفاجئنا بأنه عنده قدرات عالية جدا بيركز بيقدي في الملعب بدنيا زي أصغر لعب في الفريق وبيقدي كمان خبرة بقى والجانب الفني الكبير أحسن فتحي يعرفه بشكل شخص يعني فتحي دا يديه دوافع يعني لما حد يسمع انتقادات كده بيبقى أحسن ويبقى عنده باور أكتر وتلاقيه بيتمرن أحسن من هو وهو الناس بتشكر فيه والناس بتشكر فيه وأحسن حالته تلاقيه بيتمرن وبيخش الجيم ففتحي عنده دوافع متجددة لعب ما بيستسلمش بسهولة طبعا ومحمد هاني طبعا دا حاجة مميز جدا وتشوفه في السرد باك بيقدي وتشوفه في الباك رايت بيقدي يمكن من أحسن الناس في مصر في الناحية اليمين تكسل الأمم الناس كتير كانت طالبة لازم هاني دا أنت بتكفقه بكده يعني أن الراجل بيقدم السيزن دا كله وكمان داخل النادي الأهلي أنه هو بيتحمل ضغوط بيلعب بطولات كتير جدا فده مهم جدا أنت تعتمد على منتخب مصر أعتقد للفترة اللي جاية إن شاء الله كابتن حسن البدري هيعتمد على هاني بشكل كبير ايه رأيك في الاستقرار على اسم الكابتن حسن البدري وإعلان التعاقد معه وتكليفه مدير فني منتخبنا الأول وإيه اللي بتتمنى تشوف منتخب مصر بعد كل الانتقادات وكل المشاكل اللي أزعجت الجمهور فأداء المنتخب تحت قيادة كوبر وبعدها طبعا تحت قيادة أجاري بتتمنى تشوف إيه منتخب مصر في فترة الجاية أكيد كابتن حسن طبعا ببريكله طبعا على توليه منتخب مصر مهمة صعبة جدا وإن شاء الله هو أدىها كابتن حسن من المدربين الشخصية القوية القيادة في الملعب بشكل كبير إن شاء الله يبقى أدىها عايزين أن نقول أن أي مدير فني كان يمسك منتخب مصر يازم كلنا مساندة ليه لأنه هو مسك منتخب مصر دي حاجة طبعا بتشرف مصر كلها بعد طبعا الأداء المخايب للأمل في كاس الأمم والخروج من بطول الأفريقية بالشكل ده ده يحط عبق طبعا على الجهاز الفني ويحط عبق على اللعيبة التي تبقى موجودة أول مطالب محمد صلاح إنه هو لازم يحسنه الشكل ده ويحسنه الصورة دي وخصوصا أن أنت بتدي انتباع أنت كمنتخب مصري أنت محقق تلات بطولة أفريقية قبل كده واصل كاس علم مع ميستر كوبر يمكن عايزة أتوقف شو عند ميستر كوبر أنا كنت من دمن الناس اللي برجح طريقة لعبة ميستر كوبر هي الأنسب لمنتخب مصر لكن احنا بعد 28 سنة الرجل موصلنا كاس علم والمنتخب المصري ليه حتى شكل ادفاعي سيبك من شكل هجومي أنا بتكلم في الشكل الدفاعي ووصل رغم أن الناس كانتش متوقع أن احنا ننفس في كاس الأمم ووصل لفاينال بنوصل أنت بعد 7 سنين بتوصل لفاينال وانت أصلا ما كنتش بتتأهل لكاس أمم أفريقيا بتوصل لفاينال وبعد كده بتوصل لكاس العالم فدي نتائج إيجابية أكيد بغض النظر عن طريقة اللعب عاملة إزاي بنشوف فرق كتير جدا بتدفع بشكل جيد وبتلعب على كونتراتاك فده السيستم جام المباراة اللي لعبناها في النهائيات مباراة أوروكوية مباراة روسيا ومباراة السعودية في ناس انزعجت من شكل أداءنا في المجموعة دي لأن شافوا أنه منتخب مصر بالمجموعة اللي موجودة بالأسماع اللي عنده حاليا كان ممكن يبقى عنده فرصة يعادي الدور الأول أو على الأقل يخرج فائز بمباراة إن معاه مجموعة مش أصعب مجموعة وفي منافسين ربما نتفوق عليهم في المجموعة الناس خرجت زعلنا جدا بعد أداءنا وخرجنا بصفر من النقاط وإننا نخسر الطلب مباراة رأيك إيه؟ أو بتشايف أراء الناس دي إزاي؟ هو كان لازم يغير طريقة لعب ويمكن أنت فيه فرق لما بتلعب في أدوارد أن أنت تأهلك لكس العالم أنت محتاج ابنات معينة محتاج أن أنت تكسب مباراة معينة فده أنت حققته فخلاص أن أنت وصلت لازم بقى تلعب كرة هجومية شوية لكن الرجل فاضل مستقر على السيستم الدفاعي آه يعني شايف أو متفق مع العراج اللي بتقول أن كوبر أخطأ فنيا في النهائيات نفسها طبعا اللي كان مهم جدا يغير سيستم لعب ويدي حرية لبعض اللعيبة شوية يطلع بالفرقة يغير سيستم اللعب غير أن الدفنس والديفندرات بيبقوا قريبين من بعض حتى في الحالة الهجومية ما كانش بيطلع بشكل جيد كان فيه فرق كبير جدا بنص الملعب والفرق ده فده كنت لازم تغيره في كس العالم وخصوة أنت بتلعب فرق من أكبر فرق أورجوي والسعودية وروسيا صحبة الأرض والملعب والجمهور أكيد كنت لازم تغير سيستم لعبك وكانت الناس حتى لما هتتمتع بأدائك خلاص إحنا وصلنا كس عالم محدش طلبك لا والناس عايزك تلعب كرة يعني تجيب جوان يدخل مرماك جوان تكسب مباراة تقصب مباراة حتى لو خرجنا من دور الأول بس يفتكروا منتخب مصر لعب كرة في النهائيات طبعا كان شكلك لازم يبقى كويس لأن انت محدش يطلبك أن انت حاكس عالم أو توصل حتى سيمي فينال أو ده وصل دور التمانية لكن انت كان مهم جدا انت شكلك كان لازم بفيه ذكاء من الرجل في كده شوية أنه يعرف الشعب المصري بفكر إزاي أفضل من أجيري نجاح طبعا تجربته أكثر نجاحا من أجيري طبعا طبعا كابتن حسام البادري استدعاء خمسة من المحترفين طلبنا بالاتحاد المصري طلب أو بيتصل بالتنصيق مع الكابتن البادري عشان معسكر المنتخب اللي حيبدأ في أكتوبر مقبل إن شاء الله نجمنا المحترفين محمد صلاح أحمد حجازي تريزيجيه النني وأحمد حسن كوكا وفي حديث دارف مع أكتر من مدرب من أصحاب الخبرات المصرية في الفترة اللي فادت أتذكر منهم حديثي مع كابتن ربيع ياسين قال يا جماعة لازم بقى معايير اختيارنا في الفترة الجاية تبقى مش محترف ومحلي تبقى الأفضل يعني محترف قال زي محمد صلاح طبعا لازم بقى في المنتخب محترف متقلق زي تريزيجيه أو محمد صلاح لازم بقى في المنتخب يعني دي أمثلة مش بقول هما دول بس ممكن يبقى حجازي متقلق وغيره لكن بيقول مش كل محترف يستحق التعود في المنتخب لأنك في بعض التجارب فيها لعب محترف برا مصر أقل من لعب يلعب في الدوري المصري شايف الحدوطة دي إزاي وتقييمها يبقى بشكل مظبوط إزاي مواقع عشان انت تبقى في أعلى فورمة لك انت لازم رجلك تبقى في الملعب حتى محترف في أوروبا أو بتلعب في الدوري المصري انت برا في أوروبا أوكي ماشي بس ما بتلعبش لكن انت في الدوري المصري عندك احتكايك عندك فورمة مباريات على طول بتلعب بصفة مستمرة اللعيب طول ما هو رجله في الملعب هو بيزداد خبرات أكتر فدي على معتقد أن كابتن حسان بدري هابع عنده من الزكاء في كده أن كابتن حسان بدري على طول عايز ينجح عايز الأسليب والأداء اللي هي تنجحه فأكيد أنا مش هروح للعيب ما بيلعبش حتى برا مصر أو محترف واجي أن هو مثلا محترف في النادي الفلاني أو محترف في النادي أنه أنا بيجيبه عشان يلعب أكيد لا يعني ما عتقدش ندخل يعني عايز أن يتتفق مع الأراء اللي بتقول ما يبقاش أساس التقييم مين يروح لمنتخب إذا كان محترف برا مصر أو لا مهم أداءه في الملعب مهم أداءه في الملعب وفي أي نادي يعني وخصوصا في الأندية اللي هي الكبيرة اللي هي تتحمل ضغوط لأن أنت لو بتلعب كس الأمم أو تصفيات كس أمم أنت هيبقى فيه ضغط من الجماهير عليك وخصوصا أنت بنشوف على مدار سنين حوالي 7 أو 8 سنين بيغيب عنك الجماهير فأكنك أنت بلعب دوري أكنه مباراود دية فالضغط الجماهيري ده هل فيه لعيبة هتستحمله ولا مش هتستحمله وخصوصا أنت بتشوف لما المنتخب المصر بيلعب في أستاذ مثلا برج العرب في أستاذ الكاهرة بتشوف 70 أو 80 ألف متفرج فهل اللعيب اللي أنت هتجيبه هيقدر يستحمل الضغط ده فأنا شايف أن الكابتن حسام البدري عنده من الزكاء أنه هو يقدر يجيب لعيب يستحمل الضغط يعرف يتعامل مع الخمسة وعشرين يعرف عنده اختيارات بشكل جيد فأتمنينا للتوفيق إن شاء الله من تعاملك وخبراتك في التعامل كلاعب محترف مع الكابتن حسام البدري كمدرب عام أو مدير فن إيه مميزات الكابتن حسام البدري اللي ممكن يعني يضيفها المنتخب مصر أكيد شغل كابتن حسام البدري أكيد شغل كابتن حسام البدري مع مستر مانويل جزيء أضف له بشكل كبير جدا أكسابه خبرات كبيرة طبعا خبرات أفريقية وخصوصا ما تشوف الكابتن حسام البدري بحقق بطولة أفريقيا مع النادي الأهلي بحقق إنجازات وبطولات مع النادي الأهلي استفاد بشكل كبير جدا أنا شايف من مستر مانويل وخصوصا لما بنتكلم مع كابتن حسام البدري فأنت بتقول إنه هو شخصية قوية يقدر يكون ملم كل الأمور فكرة ناس كثير قوي بتقول إنه دي من الحاجات اللي استفادها كمان من مانويل جزيء فكرة إنه خد منه الطابع الصارم جدا وقوي جدا في التعامل مع الفرق اللي بيطولة تدربها وإنه دايما شديد قوي كمدير فني مع اللاعبين يعني مش متعصف لكن دايما مركز ودايما شادت فرقته ودايما جد مع اللاعبين درجة الناس بتقول إنه ده بيحصل بشكل مبلغ فيه أحيانا من كابتن حسام لأ بس ممكن يكون وصل للناس كده بس إحنا مش عايزة أقول اللاعب المصري بس إحنا على طول إنت لازم تبمحطوط تحت ضغط لما بتدي شوية مساحة اللاعب بياخد راحته شوية بيتجاوز شوية بيتجاوز شوية حتى إنت هتلاقي كل كل الفرق المعسكرات الطويلة بتفيد بترجع بالإجابة بتعمل نتائج كويسة فهو عارف يتعامل بشكل جيد مع اللاعب المصري يعني هنا كابتن أحمد عادل بتقول إن اللاعب المصري أنسب له وبيحقق نتائج وأداء أفضل وبأكثر نجاحا مع المدير الفني أو الأجهزة الفنية اللي بتكون شديدة شوية معه شديدة شوية محطة في تركيز طول الوقت وملزمات بتنفيذ تعليماته وتكلفاته كده أكثر من أجهزة الفنية اللي بتتساهل شوية مع اللاعب بس في لعيبة في لعيبة لازم تتعامل معها كده وفي لعيبة هو الواحد هو مركز هو بينام بدري هو عارف عنده مطش عنده تمرين الصبح بدري في لعيب تاني ممكن يبقى محتاج ده يمحتاج إن انت توجهه صح هو إمكانياته عالية جداً وبنشوف لعيبة كتير جداً إمكانياتها عالية جداً بس على المستوى الشخصي المسئولية هي مش موجودة عنه وفي لعيبة من نوعية وقيل جمعة وحمد فتح هو مركز أصلاً طول الوقت لا هو طول الوقت مركز هو طول الوقت بلعب على البطولة هو طول الوقت مش عايز يقعد احتياطي طول الوقت هو عنده دوافع متجددة فهو ده اللي كابتر حسن بيشتغل عليه لكن بص عايز أوضح لعدريك حاجة إن كابتر حسن بدري ممكن تقول شخصية قوية فهو مثلاً بيغلط أو بي لا ما فيش الكلام ده لا لا حدش قال أبداً بيتجاوض لا في ناس ممكن تأخذها هل هي دايماً كانت في إطارها المزبوط والمناسب ولا بتبقى أحياناً مبالغ فيها ممكن يبقى لها تأثير سلبي على اللعيبة لو حطتهم تحت سترس أكتر من لازم أنا بسألك يعني لأن أنا ما كنتش لعب كرة قدم ما تضربتش تحت قيد الكابتر حسن بدري لا أنا بأتكلم على ناس واغد الكابتر حسن في الاتجاه ده إن هو ممكن يكون مثلاً أسلوبه أو حاجة مع اللعيبة في تجاوز مع اللعيبة ده مش موجود خالص الكابتر حسن بدري في الصالح العين اللعيب اللي بيخرج عن نطاق معين يمكن إحنا في النادي الأهلي كنا كده كانت حسن بدري في النادي الأهلي كناك ماشي على قضيب قطر اللي عايز يخرج في تكلفات وفي تعليمات الكل لازم يلتزل أنت خلاص في آخر المحط دي أنا أحقق البطولة اللي عايز ينزل من القطر هو ينزل لكن أنا بماشي في الاتجاه ده فهو لما بيلايك بتخرج عن النطاق ده يبي يسيبك يبي يحطك تحت سترس لهو محتاجك فلكن لو هو مش محتاجه فهو بيسيبك لكن هو كانت حسن دي شخصيته دي شخصيت البطولة يحب يبقى اللعيب ملتزم تعليماته تكلفاته ومركز عامل نظام حيارف المعسكر زي ما هو عايز يعني هم المدربين اللي يعتبروا شخصيتهم شديدة شوية قوي ومسيطرة على الفريق المدرب ده هو اللي بينجح المدرب هو الشخصية دي هو اللي بينجح هو اللي بيحقق البطولة هو اللي بيحقق الإنجاز يمكن لما بتجيب مدرب ده طعم البطولة فدي المقاومات دي عنده فعشان كده بلك هو من المدربين اللي في مصر كان اللي هو الأنسب لهم وشايف انه اخد ده من مانو والجوزين اكيد طب تكسب الجانب ده في الشخصية من خبراته كمدرب عام فترة طويلة مع مانو والجوزين مع مستر مانو منشاركه في تحقيق بطولاته طبعا 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 طيب كابتن أحمد هنتكلم شوية عن الدوري الإنجليزي الموسم ده نجمينا الكيمير محمد صلاح فيه ناس بتقول انه هو وفريقه وجهازه الفني وجماهير ليفر بول هيبقوا مركزين على البريمير ليج على الدوري الإنجليزي بعدما حققوا الشامبيونز ليج بعدما وصلوا مرتين للفاينل وحققوا البطولة في مرة من المرتين ان تركزهم هيبقى على المنافسة مع مان سيتي او مع اي منافس اخر ممكن يظهر في الصورة في قيمة الدوري الإنجليزي شايفي كلام ده ازاي اكيد طبعا محمد صلاح على مدار ثلاث سنين محمد صلاح مكونش في حالته بس مهم جدا احنا كمصريين ندعمه بشكل جيد لان حاجة نادرة جدا ان محمد صلاح يكون في اللي هو ده فيه محادش لعيب مصري قبل كده عملها طبعا خالص فمهم جدا احنا ندعمه مهم جدا ان احنا نبقى وراه اه على المستوى ليفربول يورجن كلوب عارف يعني قادر يتعامل مع اللعيبة بشكل جيد مع كل اللعيبة زي ما بقول لحضرك عملية الروتيشن دي موجودة عنده لدرجة ان فيه ناس جماهير مصرية بتحب ليفربول وبتدعمه سواء اصلا بيشجعوا ليفربول لما بيتابعوا دوري انجليزي من زمان او عشان محمد صلاح بقوا بيشجعوا طبعا انا واحد من الناس يعني المباراة الاخيرة لما كان ليفربول بيلعب نابولي انا بشجع برشلونة برشلونة بيلعب في نفس الوقت انا اتفرجت على ليفربول عشان محمد صلاح فهو خد انا بقول ان محمد صلاح خد مصر كلها في حتة حطنا في حتة كده فيه ناس بيقولوا بقى ان حالة ليفربول مرتبطة حاليا بنجاح يورجين كلوب وادارته للفريق وانه وجوده مهم جدا وانه تغييره او انتقاله لنادي اخر في موسم قادم ممكن يربك حسابات ليفربول جدا هكيدة هيأثر عليه مشاكل كبير انت مدرب قاعد ثلاث سنين مع الفريق بحق الإنجازات دي بيعارف كل طبع العيب عامل ازاي ممكن بتشوف المشكلة الاخيرة مانيه وصلاح قدر ان هو يبقى يلم المواضيع في يومين او حاجة بيرجع بتشوف بتشوف الحكاية دي اللي الناس بتقولها ولا بتشوفها مبالغ فيها لا لا فكرة اصلاهم ما بيلعبوش مع بعض ما بيبصوش لبعض الكرة في الملعب مانيه ما بيبصوش في الصلاح كلام اللي الناس بتقوله طول الوقت ده بعد المطشات هل بتشوف ان دي مش هتحصل غلطة حصلت مش مقصودة في مطش ولا بتشوف ده موجود متكرر في الملعب اللي انا عايز اوضحه للناس ان الباص ده او الفكر في الباص ده جزء من الثانية يعني انت في التلفزيون او في الاعادة الناس بتقول بص اصلا صلاح ما رفعش وشش عشان يباصل مانيه انت هنا بتوقف لكن انا وانا معايا الكرة هي جزء من الثانية هو فكر انا ممكن ما كنش رفعت عيني فانا مش شايف مانيه قصة النوافض فهي جزء من الثانية ومحمد صلاح ما اعتقدش ان شخصيته كده والادرب جده يعني مننا احنا المدرب اللي بتعامل معاه انهم يبقاش قصده محمد صلاح مش قصده ده هي تقلت عن مانيه كمان في الاسابيع الاخيرة مانيه كتير يا لدرجة واحد صديقي وطول عمره بنعتبره كمان بيفهم كرة كويس قوي يعني تكلم فيها وبيتابع فرق العالم كلها بعد المباراة الاخيرة اللي هم مش فاكر مع مين من الفرق قبل مباراة ناكولي في دور ايروكا قال لي مانيه ما بصاش تقريبا لصلاح عشر كورنار قال لي كان فيه على الاقل تمن عشر فرص رايحين هم على باك واحد او باكين والجون ما بيديروا شكور عرفة مش معقول كده يعني كانت فرق ومتعد المطش كان زعلان جدا وبيقول لي لا كده في حاجة لازم جهاز الفني يدخل فيها بتشوفوا ان ده بس صغيرة على محمد صلاح وان الناس عايزة يحرز اهداف كتير وعايزة لدواتو يبقى ناجح ولا ده بيحصل بين لعبين في نفس الفريق بس ممكن يكون بيحصل في بعض الفترات اللي هو انا في ايدي ان انا جيب بول فمسلا بنسبة 50-60% وان انا مثلا عملت بس صلاح مثلا جيب بول فهو بيرجح هو ادرب بالموقف بتاع احسن له يكمل احسن ان انا ممكن اجيب بول فهو عنده يعني انا بقول عند حتة الفروتش لازم في حتة انانية فهو محمد صلاح بيشتغل عليها شوية ومانيب يشتغل عليها شوية بس هل ده هيأثر على التيم بشكل عام هي دي المشكلة دي اللي بيعالجها مستر يرجو الكلوب مع الفرق ان هو اكيد مليون في المية ان هو بيجيبهم في التمرين وبيمرانهم على كده وبيأهلهم نفسيا وبيأهلهم نفسيا ان هم ميبقواش كده مع بعض لان هو عايز صلاحي بكويس عزمانيب بكويس عزفرمينيو بكويس فهو لازم التلاتة دول هو مش عايز يخسرهم ليفر بول كان متفوق او سابق بحوالي سبع نقاط في نص الدوري نص المسابقة الموسم اللي فات ومان سيتي خب منه البطولة تتوقع ان تركيز ليفر بول هيبقى اعلى وانه هيحسم البطولة بتفوقه مبكرا يعني بدأ من سيتي يفقد نقاط في الاسابيع الاولى من البطولة في اول مباريات ليفر بول مركز اكتر بنتائجه افضل ولا متوقع ان الدوري مشواره صعب وطويل تشيلسي مع اللمبرد بيقدي بشكل جيد ممكن يكون بيخسر بس الاداء ده يطمينه في المباريات اللي بعد كده ممكن النتائج مع تشيلسي مثلا بيشمشى كويس دلوقتي لكن مع الاداء الجيد هتلاقي النتائج هتتحسن فديه منفسة شرسة مش من سيتي بس ولا ليفر بول فهتلاقي الاربعة دول هما اللي زي ماشيين بخطة ثابتة مع بعض والمنفسة هتبقى شرسة بينهم هما الاربعة مين الفرق اللي شايفين هده عامت صفوفها بأفضل شكل في أوروبا السنة دي واللي بتتوقع انهم يبقوا في السامي فاينال في المربع الدهبي في الشامبينز ليج أنا شايف بايرن بايرن ماشيين ماشيين بشكل كويس في الدوري الألماني هم برضو كانوا كده السنة اللي فاتت وخدوا الدوري رغم بروسيا دورتنوند وقدروا ياخدوا منه البطولة لكن كانوا مش موفقين خالص في دوري أوروبا أكيد بايرن عنده شخصية البطل بايرن ممكن نشوفه حتى في السامي فاينال بس ما بيوصلش نهائيات بس بتشوف برضو باريس سان جيرمان في غياب بابي ونيمار بيكسب ريال مدريد بالأداء ده لما يرجع بابي ولما يرجع نمار أكيد ده هتبقى في طولة أوروبا هتلاقي فيه أكتر من فرقة زي باريس زي بايرن هيبقوا فيه نفسه شارس في ناس بتقول ان ريال مدريد تعقداته اعتماده فقط على إضافة هازر ده ما عملش الفرق مع ريال مدريد وأن رغم برشلونة ضم لعب مميز جدا كمان لكن شايفين برشلونة ما عملش فرق كبير عن الموسم اللي فات فممكن يبقى عنده مشكلات في الشامبيونز دي بردو أكيدة هيبقى عنده مشكلات لأن انت بتكلم في أقوى دور الدور الإنجليزي أنا مش شايف الدور الأسباني هو أقوى من أقوى من الدور الإنجليزي عشان كده بنشوف ليفربول بيحقق دور الأبطال لما بيلعب ليفربول وتوتنهام في الفاينل ده يديك فينال دور الأبطال ده يديك مؤشر أن الدور الإنجليز ده أقوى دوري في العالم فدي حاجة طبعا أكيد هتعاني من هتعاني أكيد طبعا من ليفربول هتعاني من توتنهام هتعاني من من شيلسي ليوفنتس مش ممكن يكون أفضل يوفنتس بعد رونالدو الموسم اللي فات والتعاقد معاه ضم أكثر من لعب زي دي لخت من أكسامستردام يعني ضم عدد من اللاعبين اللي ظهروا بشكل كويس جدا في طولة أوروبا السنة دي تعتقد أن يوفينتوس ممكن يبقى قريب من السيمي فاينال أو الفاينال في دولة أوروبا السنة لو نفسوا طويل لو نفسوا طويل يوفينتوس أعتقد أن نفسوا مش هبقى طويل يمكن الفترة الأخيرة بنشوف كريستيانو طبعا بيقدي بشكل جيد معهم فارق معهم بشكل كبير وكان كريستيانو كمان أنه هو يرحل عن ريال مدريد وأنا بشوف أنه ده أوقع عن ريال مدريد ودي حاجة طبعا ندرة جدا لما العيب يمشي من فريق بحجم ريال مدريد أن الفرق يبقى مستحيل طبعا مستحيل أن فريق يقف على اللاعب وده اللي فعلا حصل مع كريستيانو أول ما مشي من ريال مدريد طبعا قالوا أنهم عوادوا بهزرد بس هزرد مش قادر يملى الفراغ اللي ساوه كريستيانو وفرق بشكل كبير جدا مع يوفيندو سنوبي حقا الدور الإيطالي فشوفت أنه يبقى منافس قوي للفرق التانية خلينا أرجع معاك لنجوم منتخب مصر واللاعبين اللي ممكن تشوف أنهم عندهم فرصة يبقوا في دائرة الاختيارات وممكن الكابتن البدري يفكر فيه ضمهم لمعسكر منتخب مصر والمباراة الودية اللي إن شاء الله هيتم الاتفاق عليها في أكتوبر اللي جاي فيه لعبين كتير قوي كان فيه جدل على اختيارات أجاري قبل وبعد خروجنا من كاس الأمم وبعد انتهاء التعاقد أو انهاء التعاقد مع أجاري في الفترة اللي فاتت بعد الإخفاء في كاس الأمم ناس كتير قوي كانت بتتكلم عن أنه ما خدش أفضل تشكيل وأنه فيه لعبين كتير قوي تظلم وكانوا حقا من أسماء موجودة في المنتخب وكانت مع أجاري في البطولة مين اللي شايف أنهم الفترة الجاية لازم يدخلوا في حسابات تجربهم على الأقل في المباراة الودية مع منتخب مصر شايف مثلا من نادي الزمالي بتتكلم في عبدالله جمع أنه تظلم أنه ما نضمش لمنتخب مصر شايف من نادي الأهلي محمد هاني أنا شايف أن لازم برضو ياخد فرصة مع منتخب مصر للفترة اللي جاية أفشا ماشي بشكل جيد مع النادي الأهلي لسه في بقية في بقية فرق هتلعب في الدوري في أكيد لعيبة مميزة في الدوري ممتاز وأنا أعتقد أن الدوري ده هيبقى أقوى من الدوري التعسيز اللي فات تدعيم الفرق وخصوصا الجونة بيدعم بشكل جيد ومع أنه خسر أول مبرأة أمام الإسماعيلي لكنه شايف أنه يمشي بشكل جيد عنده لعبة من الخبرات قدر يعمل صفقات من النادي الأهلي فده بيدي قوة وأفضلية وده بيوسع مساحة القاعدة لكابتن حسان بدري أنه هو في اختيار اللعبة ده اللي كنا بنشوفه في 2006 و2008 و2010 تتوقع منافسة كلاسيكية في الدوري المصري السندي وأن الأمر يبقى مستقر على أن الدوري منافسة بين الأهلي والزمالك في النهاية ولا في حد تاني قريب أنه يدخل معهم في الحسابات أنا شايف الإسماعيلي ماشي بشكل كويس في طولة أفريقية أو في الدوري الممتاز شايف برامتس برضو ماشي بشكل جيد ما أقول لحضرك لما كتر المنافسة مع الفرق خمس أو ست فرق بيبقوا موجودين في منافسة شارسة ده بيسبوا كله في مصلحة منتخب مصر قاعدة الاختيارات بجناز بركات نحسان ما ستبقى أوسعة شوية أنه يختار اللعيبة تقدر تتحمل الضغوط اللعيبة بتلعب فريق بيلعب على البطولة فأنا محتاج اللعيب ده فأنا شايف أن ده يبقى مساهل لكابتن حسان بدري عملية الاختيارات يعني متأقع أن يبقى منتخب مصر مجدد في الفترة الجاية أو في أسماء كتيرة تضاف لمجموعة النجوم الموجودة في المنتخب أكيد كابتن حسان ما يحافظ على القوام الأساسي بتاع المنتخب في نجوم ما فيش خلاف عليهم يعني محمد صلاح وترزيجي ومحمد حجازي في مجموعة لكل مطافقة لأنها إمكانتها ونجحتها تفرض أنها تبقى في المنتخب في الفترة دي لكن أنه ممكن يبقى فيه وشوش جديدة موجودة معهم في الفترة الجاية أكيد كابتن شخصية دي كابتن حسان كده وعاز الناس عندها دوافع جديدة لعيبة عندها دوافع جديدة يقدر يحط فيهم الدوافع دي وخصوصا لما بيشوف أن اللعيب دي عنده شخصية البطولة فأكيد هيضمه وهيحط فيه الدوافع دي مطلوب طبعا بعد الفترة الأخيرة وأداء المنتخب أن حوالي ستة أو سبع لعيبة لازم يتغيرهم من منتخب مصر ويبقى فيه وجوه جديدة إن شاء الله بطولة أفريقيا الأهلي فيه من تحقيق بطولة أفريقيا ده الهدف الأكبر أو الهدف المحطوط فيه قمة أولويات النادي الأهلي مجلس إدارة ولجنة مطوير كورة وجماهير وأعضاء وأعتقد عند الفريق والجهاز الفني شايف فرص الأهلي إزاي وإيه العيوب اللي كانت موجودة في الأداء في النسختين أو التلاتة اللي شاركنا فيهم ولم نحقق البطولة في فترة اللي فاتت رغم وصلنا في أكتر من نسخة من البطولات السابقة للفاينال والبطولة اللي فاتت طبعا خرجنا منها بشكل طبعا كان غير مقبول على الإطلاق أكيد خلينا اتطفق إن سقف طموح جماهير النادي الأهلي هو بطولة أفريقيا وخصوصا إن احنا قبل كده بما رحنا كاسعلة من الأندية تلت مرات فده رفع سقف طموح جماهير النادي الأهلي الدوافع دي عند مجلس دارة النادي الأهلي أكيد وبيشتغل عليها بشكل كويس مطالب برضو النهاية تبقى موجودة عند اللعيبة اللعيبة لازم بيتلعب بروح البطولة اللي احنا تكلمنا فيها في الأول إن أنا لازم حقا دوري الأبطال إرضاءا للجماهير بتاعتي بعد وقفتهم بعد مباراة سان داونز اللي اخسرنا فيها خمسة أنا كنت موجود في الليستات في مباراة العودة ما حدش كان متخيل منظر الجماهير إن كل ده يبقى موجود وبتكلم في حوالي خمسين أو ستين ألف متفرج وخصى أنت خسران خمسة بره بره ملعبك وأن الأمر كان تقريبا محسوم يعني فرص العودة كانت قليلة جدا بعد السكور في المطش الأولى أكيد لكن الأهلي حاولوا لعبوا يعني أخر الأمر شوية كان فيه أخطاء من الحكم في المباراة يعني بس في النهاية مع كل ده بتقول إن كان فيه دعم كبير جدا من الجمهور للفريق دعم كبير جدا وأن أنت بعد ما بتخرج من البطولة الجماهير بتسقف لك فده بيحط مسؤولية كبيرة جدا على اللعيبة بتاعت النادي الأهلي أو هو ده النادي الأهلي أو هو ده تشيرت النادي الأهلي أو هي ده كومت النادي الأهلي أو هي ده جماهير النادي الأهلي تحت أي ظروف الجماهير بتساند تحت أي ظروف المجلس الإدارة بيساند لكن مهم جدا المسؤولية دي تبع عند اللعيبة وعند الجهاز لتحقيق البطولة اللي هي المفضلة والمحببة لنادي أهلي ودوري أبطل أبطل أحمد الأسماء اللي موجودة حاليا الصفقات الجديدة مع النجوم اللي موجودين من قبل الصفقات دي هل هي كافية عشان تضار بشكل جيد والتحقيق اللقب الأفريقي والنجاحات الأهلي اللي بتنان العودة لها عالميا والمشاركة في التقلق في كاس العالم الأندية ولا شايف أنه مع كل الصفقات دي محتاجين في بعض المراكز أو في مركز واحد اسم أو أكتر لا أنا شايف لو في تدعيم هيبقى في خط الدفاع وخصوصا بيبقى فيه إصابات كتير جدا مع المباريات لكن أنا شايف بقية الخطوط كله كله على قلب رجل واحد الناس اللعبة الشغلة بشكل جيد من أفضل اللعبة في مصر مش شايف حد تاني أنه يبقى موجود مع اللعبة دي جوه الفريق صفقات أكيد إضافة للنادي الأهلي الفترة الأخيرة فيه ناس بالطالب أو بنسمع أرى الجماهير أن الفريق بقى مكتمل قوته والعناصر الموجودة فيه مميزة جدا بس نقصه فرود فرود من النوع اللي هو الفرود اللي كنا بتشوفها زمان اللي هي الربع فورصة جول خطة فجوان مش اللعب اللي بيمسك كورة كتير لأن دول عددهم كبير جدا في الأهلي لعبين الموهوبين اللي عندهم قدرة دور البلايميكر أو المراوغة والكنترول على الكورة في الملعب عايزين لعيب الربع فورصة جدا عايزين نشوف متعة بتاني هل تفتكر أن دي صفقة ممكن تبعيضة للنجوم الموجودين ولا شايف إن خلاص الأهلي قوته هجوميا كافية دلوقتي قوته هجوميا مع الطريقة الحديثة ممكن الطريقة الحديثة دلوقتي بمتشوف أي فرود هو محطة أكتر منه هو بيجيب جوان هو محطة للناس اللي تحته وخصصا بتشوف إن كل اللعيب على مستوى العالم اللعيب الطرف الملعب أو اللي تحت الفرود هو اللي بيجيب الجون مش الفرود الصريح هو اللي بيجيب الجون فهي طريقة اللعاب الحديثة كده وخصصا إنما بتشوف أجاييه أجاييه مش فرود لما هو أصلا بلعب تحت الفرود فهو عنده الملكة إنه هو على خطة 18 أو جوة 18 بتتصرف في الكرة إزاي فالطريقة الحديثة في اللعب إن كل اللعيب اللي جاية من تحت الطرف الملعب يمين أو شمال أو اللي تحت الفرود هو اللي بيوصل لجون وهو بيعمل التكملة مع الفرود حتى لما بتعدي الفرود هو اللي بيقدر إنه هو يكمل زي إحسان الشحات كده ورمضان صبحي وقفشة في التلت الأمامي أولا جدا لكن إنت محتاج في فرينة دي لأهلي فرود محطة فرود محطة إنه هو يبقى محطة للناس اللي جاية من تحت بيتحرك بشكل كبير لا ما هو بالمنطق ده يبقى هيئة كافي لإعتماد على مروان وصلاح وأزار وفي الفترة الجاية يعني ده ممكن أنا شايف ما عندكش ما عندكش سناسكة بتقول إنها هل يضيف للأهلي ولا لا ده في جدل عليه بين بعض الجماهير اللي بتتبع الفريق وتتمنى تشوف أفضل شكل يعني إنه يبقى فيه فرود من نوع اللي هو بيجيب جوان كتير زي في لعفو في لعفو أنا شايف صلاح محسن في أحسن حالته ممكن هو اللي يلعب الدور ده يريد يعني يريد صلاح ده أنا كنت متوقعه في مباراة الزمالك بس الراجل أكيد ليه رؤية فنية إن صلاح يبقى ليه دور وخصوصاً بيقدي بشكل جيد مع منتخب الأولومبي وبيقدي بشكل جيد في مباراة أفريقيا وجايب جون فمهما أنت تديله تديله المعنويات دي أو تديله الحافز ده إنه هو يبقى موجود في التيم إن الساقة ما تروحش منه وتقدر تستغله في الوقت المناسب أو تجهيز أظهره إنه الجهاز الفني يشتغل معه فنياً بالشكل اللي يرجعه الأداء في الموسم مش اللي فات لقبله اللي كان فيه هداف الدوري وكان أهداف كتير جداً هو أظهره والواضح إنه عايز شغلة خصوصة شوية على الجون على الانفرادات على تدريبات خصوصية للمهاجمين أكيد شوف في لفو قاعد موسم كامل ما بيقدرش يحرز أهداف وبعد كده بياخد تاني سيزم بياخد هداف الدوري فوليد أظهره طبعاً الفراودة اللي هي مفيدة جداً للنادي الأهلي بس يشتغله معه شغل فردي فهو يفرق كتير جداً وخصوصاً إنت لما عندك وليد أظهره ومروان عندك بدائل وصراحه وأظهره يعني أكتر من اللاعب بس لو تجهزوا فنياً بشكل صح وتعالجت أي أخطاء أو عيوب موجودة في أداء أي واحد منه يبقى أداءه متكامل كلاعب سواء كان محطة بيستلم بيكمل بيلعب دور لتسليم اللاعب اللي جاي من الوسط المهاجم أو أنه بيبقى وشه للمرمى ويهدف يعني كل الحاجات دي اللي فيه فرق اشتغلت عليها في العالم فان باستن كان في يوم الآن بيدرب التدريبات دي أكيد لازم الشغل التخصوصي دي دي حاجة بتاعت المدير الفني أو الجهاز المعاون أنه هو مثلاً بعد التمرين بيعمل شغل التخصوصي أي حاجة نقصة عنده بيحاول أنه هو يكمل هالو أنا شايف أنه دي الحاجة الوحيدة اللي نقصة اللي يتأذر أنه هو بيشتغل على الجونز في حالة الانفراضات أو في إضاعة الأهداف فدي تقدر تتعالج مع التمرين أكيد إيه تاني اللي بتتمنى تشوفه المسم ده في الدوري المصري ما كانش موجود المسم اللي فات هالمنافسة ظهور لفرق أكتر ضبط للمسابقة تنظيمياً أفضل إيه اللي بتتمنى تشوفه كان مفتقدينه أو بنشكوا منه في الموسم اللي فات في الدوري أكيد نفسنا على مدار سنين صراحة أن نحن نشوف بطولة منظمة بطولة منظمة من أول يوم لحد آخر يوم مواعيد محددة مش كل فريق هيطالب أن أنا أجل المباراتي فبما زيجوا هيأجل المباراة أو هيحصل على اتحاد الكرة ضغط أو لاجنة المسابقة الضغط من أيا كان فريق مين مهم جدا زي ما نشوف على مستوى العالم الجدول بينزين من أول يوم لحد بفرق مشتركة خمس أو ست بطولات والجدول بتاعها منظم لحد آخر سيزن نتمنى أنه يبقى دوري منظم أتمنى أن نشوف أكتر من فريق منافس للنادي الأهلي والنادي الزمالك ونشوف فيرامتس أتمنى أنه يبقى منافسة قوية ده زي ما قلت لحضراتك هيرجع بالإجاب طبعا للمنتخب المصري إيه تأثير من وجهة نظرك الحدوتة الخاصة بأن فرق خدت قرار بحقيتها أو حكم حقيتها في عدم الهبوط وأنها موجودة في الدوري مع صعود فرق في عدد فرق الدوري زادت شايفت ده تأثير عن المسابقة أي ده حاجة كويسة ولا سلبية لا حاجة سلبية طبعا ما فيش نادي بيبقى ليه قرار ما فيش نادي بيبقى ليك أنت كمسؤول كالتحاد الكورة أو كمسؤول عن الرياضة بشكل عام أنت لازم تتعامل مع الأمور دي بشكل صارم أنت أنت اللي صاحب الكرار وخصوصا أننا للأسف يعني احنا بنعاني من حتة أن صاحب الكرار ده مش موجود ما حدش بياخد كرار معين في حاجة معينة سواء نتصح أو غلط لازم تاخد كرار وانت تبقى مسؤول عنه لكن احنا بنشوف إزاي حتى التولي كابتن حسين بدري الإدارة الفنية المنتخب مصر اتأخر بشكل كبير كان لازم حد ياخد كرار كده من الأول لكن المهم جدا أنت عندك حد صاحب كرار يبقى قد القرار اللي هو بياخده وعلى مسؤوليته طبعا مين أفضل اللاعبين اللي بيلفتوا نظرك حاليا في الدوري المصري سواء في الأهلي أو في أي نادي آخر في مركز الباكرايت لو في لعب من خارج الأهلي بتتمنى يبقى موجود في نادي الأهلي في المركز الجمهور رقب بكار بيقدي بشكل جيد مع بيرامتس هاني طبعا بحب أتفرج عن محمد هاني جدا واضح من كلامك ستايل هاني كلاعب بيقناعك جدا يعني بتحب أداءه في الملعب بحب أداءه ولعيب حتى ملتزم على المستوى الشخصي ملتزم جدا وده بيبنى على أداءه في الملعب لا هي كمان كورته شكلها حلو في الملعب كورته حلوة وشكل الجارية بالكورة والأوفر والدفاع يعني لو عنده كنترول كويس كمان هاني من أحسن أنا بشوفه من أحسن الباكاترايتل في مصر وصنطب كنا بنعاني بقاننا فترة كبيرة جدا على حتة اليمين أو الشمال حتى عمتا الطرفين الملعب دول ما كانوش موجودين في فترة الأخيرة هاني مبسوط بأداءه جدا رجب بكار في بيرامدس بيقدي بشكل جيد فدول اللفت والنظر بتتمنى تشوف معلول بالشكل الحالي تعلقه كباكليفت وبيهاجم طول الوقت اللي هو بيقولوا الباك ده طاير طول الوقت في الملعب ولا بتتمنى فيه ناس كان بتتمنى تشوف أحياناً وراه في الملعب أي من أشرف عشان يأمن المكان ده وعلي معلول يكمل طول الوقت ما يبقاش الآن لأنه بيقولوا إنه انطلاقه تعلقه هجومياً كان بيسيب في الفترة اللي فاتت صغرات في المكان أكيد أتمنى أن ميستر فيلر يعرف كده أو أنا عندي تخوف إن هو يحجم علي معلول شوي في الحالة الدفاعية لكن علي معلول الإجاب بتاعه إنه هو بيطلع بيقدر يعمل كروس كويس مفتاح لعب جيد قوته في الهجوم مفتاح لعب جيد لفريق بحجم النادي الأهلي وصوصاً بيلعب قدامه أجايق أو أي حد بيلعب كورة لعيب كورة رمضان لما بيلعب قدامه بيعملوا الجابها بشكل جيد أتمنى أن ميستر فيلر يدي له الحرية دي شوية حتى لو هيلعب فعلاً أيمن أشرف بس دي برضو هيرجع لطريقة اللعب اللي بيلعب بيها وهو سيستم اللعب اللي هو بيلعب بيه لكن مهم جداً هو يعرف عن علي معلول إنه هو مفتاح لعبه مهم للنادي الأهلي في الحلقة الهجومية حتى لو أنت هتأمنه بالفندر أو هتأمنه بسر دي باك مثلاً يمين نحيطه شوية زي أيمن لكن مهم جداً إنه هو علي خطورته في التلت الأمامي ومفتاح لعبه مهم فأنت ما تخسروش إنه أنت بتفضل بيخليه آه شايفه مش الباك اللي هو يفضل موجود في منطقة الدفاع أو ما يعديش نص الملعب لا علي خطورته كلها في التلت الأمامي ومفتاح لعبه مهم حتى لما بيتحط يعني النادي الأهلي كتاب مفتوح لفرق كتير جداً لكن أكيد بيبقوا عايزين يقفلوا على علي شوية لكن هو بيقدر إنه هو يتحرر من الموضوع ده بيقدر يعني كروس بيقدر يعمل كرة لتحت لأي حد جاي من تحت بيقدر يجيب أهداف مع الفريزة المباريات الأخيرة فمفتاح لعب أكيد مهم النادي الأهلي أخيراً عايز تقول إيه لزميلك مع انطلاقة الموسم ده سواء كنا بنتكلم بعد الاحتفال بالفوز على الزمالك في كأس السوبر المصري وتحيي اللقب انطلاقتنا في استكمال مشوارنا الأفلسي وعايز تقول لهم إيه عن الدوري اللي حيبدأ الأهلي خلال ساعات مشواره بلقاءه الأول في الدوري مع سمي أكيد بقول لهم طبعاً مبروك عليكم عودة الروح روح البطل روح الفانيلا اللي تبقى المفروض تبقى موجودة عندكم أتمنى أن مباراة السوبر تبقى دافع ليكم المباراة اللي جاية أو لهم مع سموحة تحيي المكسب ده ده انتم مطالبين به ده ما حتكش تحت ضغط ده دي مسئولية عليك انت كلعيب لازم يبقى عندك المسئولية والشخصية انت بتدفع عن اسم كبير ودي أنا شايف أن روح البطل أو شخصية البطل بقت متوفرة في الفرقة وبتمنى أنهم طبعاً إحراز البطولة أنا عارف أن الجهاز الفني أو فكر الجهاز الفني أو فكر الإدارة بياخد كل بطولة بوقتها بيركز معها بشكل منفصل بيركز معها فأكيد خلاص أحرازه كالسوبر بطولة تانية بطولة الدورية إن شاء الله يبقوا مركزين فيها وإداروا يحرزوها إن شاء الله مرة تانية عن التوالي بطولة أفريق البطولة محببة طبعاً لكلنا كمحبينا دي الأهلي وكالسعالمة ده وحشنا طبعاً نحن نروح تاني فلازم الحافز دايب عند اللعيبة الطموح دايب عند اللعيبة إن أنت مهم جداً ترجع إن الجماهير تصق فيك تاني إن أنت تقدر تحقق البطولة المحببة الجماهير النادي الأهلي وأنا أوسك مليون فلمين هيلقوا المسندة الكاملة من جماهير النادي الأهلي اللي بتمنى لهم إن شاء الله يسندوا الفريق في أي ظروف بيمروا بيها أكيد إن شاء الله بإذن الله كابتن أحمد عادل اللعب النادي الأهلي السابق أولاً أسعدتنا جداً موجودك معنا النهاردة وبتمنى لك مرة تانية أن نسمع قريباً عن نجاحات بتحققها في تجربتك مع النادي الجديد اللي بدأت بإنشاؤه وأنه نسمع عن النشاط وبيزيد وبيتوسع في مصر في المجال الرياضي أو مجال كرة القدم أو اللعبات الفردية زي ما قلتنا في بداية هذا الحوار وسعادة جداً موجودك معنا النهاردة على شاشة قناة الأهلي أنا كنت سعيد لنا موجود معك النهاردة ودائماً موفقة دائماً إن شاء الله وتوفيق إليك إن شاء الله شكراً جداً بشكر كابتن أحمد عادل لعب النادي الأهلي السابق وبشكر حضراتكم على المتابعة نهاية هذا الحوار وهذه الحلقة من حلقات الأهلي الليلة شكراً لحضراتكم وإلى اللقاء شكراً للمشاهدة